أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على متابعته المستمرة أولا بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الأزمات فيما يتعلق بتطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وخلال اجتماع للمجلس بمقره بالعالمين الجديدة شدد مدبولي على تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء واطلع رئيس الوزراء على مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة كان استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تقريرا حول فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج والتوصيات التي تم التوصل إليها مؤكدا أنه سيتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها في ختام فعاليات المؤتمر والعمل على تنفيذها وأكد أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية الثانية مشيرا إلى الرسائل المهمة بكلمة الرئيس السيسي بالقمة والتي تضمنت تحديدا لمحاور رؤية مصر لتعميق التعاون المشترق